اشتركوا في القناة وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة يأمل الوزير الأمريكي تجنيب سوريا حربا أهلية بعد هزيمة تنظيم الدولة ويرى أن تسوية الملف السوري لا يمكن أن تتم دون الانسحاب الإيراني من سوريا وحول مناطق خفض التصعيد يقول أن اتفاق الجنوب حقق نجاحا محدودا مبديا استعداد بلاده توسيع ذلك لباقي المناطق السورية هذه الملفات وغيرها ستكون محور نقاشنا الليلة سنبدأها مع أنثان تيك المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أهلا بكم أهلا بكم الشعب السوري إمكانية وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة مشددا على أن نظام الأسد لا مكان له في مستقبل سوريا ساري عبد الحق لديه التفاصيل ما الذي تحمله تصريحات رأس الدبلوماسية الأمريكية ريكس تيلرسون حول سوريا ففي معرض حديثه أثناء لقاء صحفي عقده في مقار وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن رأى تيلرسون أن انسحاب القوات الإيرانية والمتعاونين معها من سوريا وعودتهم إلى بلادهم هو شرط ضروري لتسوية الأزمة السورية وأن غالبية أعضاء الاتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة مؤيدون لهذه النقطة مع تأكيده على تعاون بلاده مع روسيا للحفاظ على وحدة سوريا نعمل مع روسيا على إبقاء سوريا موحدة وغير مقسمة وعلى أن يكون للشعب السوري إمكانية وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة وعودا للحديث عن أهم نقطة خلافية في الملف السوري ألا وهو مصير بشار الأسد فإن تيلرسون شدد مرة أخرى على أن بلاده لم تغير موقفها من نظام الأسد ما يعني أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة برحيل الأسد وأن لا وجود له في مستقبل الحكم بسوريا أما فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد فأبدت تيلرسون استعداد الولايات المتحدة للعمل على إنشاء مناطق خفض التصعيد في مناطق أخرى من سوريا غير تلك التي تم تحديدها في الجنوب السوري بموجب اتفاق أمريكي روسي أردني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو لنقل شروطه وتوافق واشنطن وموسكو عليها يشي بتطورات جديدة في ثنايا الملف السوري خاصة أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري قال من موسكو إنه بات من الضروري فتح ما أسماه بالأفق السياسي لتسوية الأزمة السورية من الوسائل الدبلوماسية اسمحوا لي بدقائق معدودات أن أناقش ضيفي الأستاذ ناثان تك المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية ضيفي ستومس الخير أستاذ ناثان تك أبدأ معك هناك من يشكك الآن في التصريح الأمريكي عندما يقول لا مكان أو لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا الموقف الأمريكي هل ما زال على ما هو عليه أم فقط هذه تصريحات إعلامية لا الموقف الأمريكي لم يتغير فعلا هو أمر حتمي أن بشار الأسد وعائلته سيرحل من السلطة وهذا أمر سيحصل عاجلا أم آجلا نتيجة للأوضاع على الأرض بشار الأسد الآن فقد الشرعية لا يمكن أن يستعيد الأراضي السورية بالأكمل وحتى لو بقى في السلطة لا يمكن أن يستعيد الشرعية الدولية فلذلك لا بد من رحيل الأسد والشعب السوري سوف يقرر مصير ذلك الرجل عن طريقة عملية سياسية ليس من حقنا أن نفرض حلا معينا على بشار الأسد وعلى هذا الصراع ولكن نحن نريد فقط أن نخلق الجو المناسب التي ستؤدي إلى رحيل الأسد مثل هذه التصريحات عادة تأتي بالتنسيق مع روسيا بمأنه الآن المتحكم في سوريا هم الروس والأمريكيون إذن هل هذا الحديث متناسق مع الإدارة الروسية التي لا ترابد إلى العم بشار الأسد؟ في حقيقة الأمر روسيا تريد الاستقرار في سوريا روسيا تريد حزيمة داعش روسيا تريد إنهاء لهذا الصراع ونحن نشارك هذه الأهداف فلذلك هناك مجال للتعاون بيننا وبين الروس من أجل إنهاء هذا الصراع وإذا أرادنا فعلا كلنا أن ننهي هذا الصراع هذا يعني بالضرورة رحيل الأسد لأن إذا بقى الأسد في سلطة هذا سيعني استمرار الحرب استمرار الحقد والكرهية في سوريا فلذلك التعاون الروسي الأمريكي أو التنسيق الروسي الأمريكي سيؤدي في نهاية المطاف إلى حل جيد وإيجابي لشعب السوري لكن هناك رؤى مختلفة بينكم بين الروس على وجه الخصوص من ناحية التقسيم ترسون قال بأنه حرص على سوريا موحدة هناك من يتهم بين 13 قاعدة أمريكية دعم كبير لسوريا الديمقراطية يدل على دعم أمريكي لهم يتخلوا عن تركيا مقابل هذا الحزب لإعطائهم إقليم منفصل عن سوريا الولايات المتحدة لا تدعم أي إقليمات منفصلة أو أمر كذلك نحن ندعم وحدة الأراضي السورية ونحن فعلا نرفض أي تقسيم لسوريا ودعمنا للقوات السورية الديمقراطية هو أساسا دعم لقوة متنوعة هي ليس فقط أكراد القوات السورية الديمقراطية لها نصيب كبير من المقاتلين العرب من مقاتلين من منطقة الرقة ومن المناطق حولها فلذلك ليس هناك أي خطة على هذا الأساس القلق من حرب أهلية بعد حرب تنظيم الدولة لماذا يأتي الآن على لسان وزير الخارجي الأمريكي؟ إذا أردنا أن نمنع فوضى ما بعد سقوط داعش ما بعد سقوط النظام لابد من إعداد أشياء أولا لابد من إعادة الاستقرار وهذا سيتم عن طريق توفير الدعم للشعب السوري وللمناطق المحلية لتوفير الخدمات الأساسية الصحة والمياه والأكل وما إلى ذلك ونحن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي مع الأمم المتحدة من أجل توفير هذه الاحتياجات وما بعد تحرير رقة سوف نقوم بخطة كبيرة جدا لإعادة الاستقرار إلى تلك المدينة وبالشكل عام في سوريا سوف نبحث مفاوضات سياسية بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة حتى يكون هناك حل سياسي وحل مناسب لإيجاد نهاية لهذه السرعة نتحدث عن إيران دعم الكبير الحليف الاستراتيجي القوي بالنسبة للروس بالمقابل نشاهد كل هذه العقوبات من الولايات المتحدة على إيران موقف إيراني في سوريا لا يمكن أن يتم تجاهله هل ستتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية كما تجاهلته في اتفاق الجنوب السوري؟ على الإطلاق أي حل سياسي في سوريا لابد أن لا يؤدي إلى ترسيخ الدور الإيراني في سوريا نحن لا نريد لإيران أن يكون لديها قعدة لنفوذ في سوريا لا نريد لحزب الله أن يكون ذريع لإيران في سوريا لا نريد أي أذرع لإيران أن تبقى في سوريا ووزير تيلسون كان واضحا بهذا الخصوص لابد من رحيل القوات الأجنبية الإيرانية والعودة إلى ثاكناتهم والعودة إلى إيران لأن التدخل الإيراني في سوريا يعرقل بشكل كبير جدا الحل السياسي فلابد من توقف هذا الأمر هل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا قادرة على الضغط على إيران لإنسحاب جميع ميليشياتها خارج سوريا نحن ننظر إلى روسيا للعب هذا الدور ليس لدينا نفوذ مع الإيراني ولكن روسيا لديها علاقات ونفوذ مع إيران ونفوذ مع النظام كذلك وروسيا تترك بأن إذا أرادت الاستقرار على المدى الطويل في سوريا لا بد من رحيل هذه الميليشيات المجرم الإجرامية والهذه العصابات نتوقع وننظر إلى روسيا إلى أن تلعب هذا الدور لا أعلم كيف تقيمون الضمانات الدبلوماسية بين الدول سيدك لكن السؤال الأهم هل تضمنون روسيا إذا قدمت ضمانات لولايات المتحدة الأمريكية طبعا للأسف العلاقات الأمريكية الروسية فعلا وصل إلى مستوى متدني جدا للأسف وهناك ربما عدم الثقة بين الطرفين ولكن نحن نسعى لتعزيز ثقة مرة أخرى بيننا وبين الروس وربما السورية ستكون المكان حيث نضع هذه النية على المحك وفعلا نريد أن نرى صبل للتعاون والتنصيق مع روسيا من أجل تحقيق غيات التي تفيد الكل نعم هو التوتر دبلوماسي لكن لا ينعكس سلبيا على ما تم الاتفاق عليه مثل المنطقة الآمنة في الجنوب السوري طبعا وقف لإطلاق النار في الجنوب السورية أمر مهم جدا نعتبره نوع من بارقة الأمل إن صح القول نحن ندرك بأن هناك تحديات كثيرة ولكن نتمنى أن نوسع هذه المنطقة إلى كافة الأراضي السورية وسنسعى لذلك لا أستطيع أن أكشف تفاصيل هذه المحاولات ولكن سنسعى لتحدد الوضع على كافة الأراضي السورية جميع مقابلات لم تعطيني أي سابق لكن ليس هذا حديثنا لكن الحديث الذهاب الآن في المنطقة في إدلب سيكون هناك تهديئة سيكون سياسة معينة سيكون منطقة آمنة بالنسبة لإدلب طبعا أعتقد المبعوث الأمريكي مايكو راتني أشار اليوم إلى أمر مهم جدا في إدلب وهو وجود القاعدة أو عصبات جولاني كما قال ووجود هذه العصبات تابعة للقاعدة فعلا يعقل الحل السياسي يعقل إمكانية أمريكا لتوفير الدعم للشعب السوري ولثورة السورية فوجود القاعدة ومحاولات القاعدة للاستلاء على ثورة السورية للأسف تجعل الأمر أكثر تعقيدا لكن ألا تلاحظ بأن من ساهم في هذا التعقيد هم نفسهم الدول الإقليمية أو الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص وإلا لماذا كل هذا التغيير الديمغرافي لماذا لا يسمح لأي أهالي أي بلد الذهاب إلا لإدلب وبالتالي أنتم تعلمون جيدا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا بأنه من يهيمن على هذه المنطقة يجب التحرير الشام بالنسبة لي عودة الأهالي وهذه الأمور طبعا نحن نريد عودة الأهالي وعادة الاستقرار لماذا تم حصرهم في إدلب هنا السؤال هذا ليس قرار أمريكي هذا على حسب هذا ربما نتيجة طبيعية للأوضاع في الميدان والأوضاع اليمنية قرار روسي قرار روسي أنا لا أعرف إذا كان قرار روسي أو قرار غير ولكن طبعا نحن نريد أن نرى الآن توصيع المناطق الآمنة ووقف لإطلاق النار في جميع العراضي السورية وتحديئة الأوضاع حتى يكون هناك حماية للمدنيين وحق الدماء الشعب السوري ما الذي بإمكانهم المدنيين أن يقوموا به حتى يتم استبعادهم من أي هجمات قادمة خصوصا بأنه المبعوط الأمريكي البيان الخارجي الأمريكي تحدث بشكل واضح ننصح الجميع بشمال محرر الابتعاد عن هذه العصابة ورفض هذا الإرهاب نعم صحيح كيف؟ بالطبع الحال لا يمكن لنا أن نسمح لتنظيم القاعدة أن تجد قاعدة أو معقل في إدلب أو في شمال سوريا للأسف حيئة تحرير الشام تستخدم إدلب ربما كواجهة زائفة لتحقيق أغراضها الجهادية في سوريا وهذا أمن خطير جدا فلذلك نحن فعلا نريد أن نعطي رسالة للجميع على الابتعاد عن هذا الفاصل الذهاب إلى تركيا هي لمن تتدخل ربما لبعجة بالتحرير الشام بدون شك كل ما سأقول عن هذا الأمر هو أن جابت النصرة ما زالت هدف للولايات المتحدة لأنها جزء من القاعدة وسوف نستمر في استهتاف الإرهابيين الذين يهددون المنطقة وأمريكا نفسها عن طريق أكيد تركيا لأن تركيا هي الجار أو عن طريق من خصوصا من يقول هناك بأن روسيا تقوم بهذه العملية لغايات سياسية هي تتركها جيدا كورقة لإدلب تقوم بعمليات تغيير ديمغرافي تقوم بعمليات صفقات وبعد ذلك لها ما تشاء يعني طبعا الوضع في سوريا معقد جدا وخلال المباحثات التي ستتم تحت رعاية الأمم المتحدة سيتم معالجة هذه الأمور المعقدة أنا لا أريد أن أتوغل في هذه التفاصيل ولكن بدون شك أنه نحن نسعى لسوريا موحدة وديمقراطية تحترم جميع الفصائل أو شرائح الشعب السوري هل ستستمرون بدعم قوات سوريا الديمقراطية بديلا عن تركيا كدولة؟ هو ليس خيار بين الاثنين نحن نعمل مع الاثنين من أجل طرد داعش ونحن حققنا الكثير من التقدم بفضل تعاوننا مع قوات سوريا الديمقراطية وسنستمر على هذا النهج وفي نفس الوقت تركيا لها دور مهم جدا في الجهود ضد داعش هناك حديث وياتي المتحدة الأمريكية أوقف الدعم عن بعض الفصائل لأنها تقاتل نظام الأسد أنا لا أستطيع أن أتحدث عن مثل هذه الاتصالات بيننا وبين الفصائل جميل جدا أحترم ما تحدث به الآن السؤال الأهم من ذلك كله لا مجال أعيد ما بدأت به لكن هذه المرة بالتفصيل الآن بشار الأسد الآن هناك جميع الحلول سلمية ستقوم بالحل لا يوجد هناك أي حرب لا يوجد هناك أي ما إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من حرب أهلية كيف سيذهب الأسد من سوريا هذا سيقرره الشعب السوري يعني ورحيل ليس لدينا خطوة مفصلة لرحيل الأسد هذا على شعب السوري أن يكتبوا هذه الخطة يعني خلال صناديق انتخابات على شعب السوري أن يتخذوا مثل هذه القرارات هذا القرار يعني الشعب سيقرره لكن عن طريق صندوق الانتخابات حتى هذه الآليات متروك للمفاوضات بين الأطراف السورية نعم فقط سؤال أخير عن الدستور ألية الدستور التي تم الموافق عليه أو التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالنسبة للدستور السوري الجديد الشعب السوري سيقرر الدستور السوري ليس القوات الأجنبية شكرا لك أستاذ نتان تاكل المتحدث القليمي باسم الخارجي الأمريكي الضيفي في الأستوديو فاصل أيها لك